يعني إذن لطف الله سبحانه وتعالى يشمل جميع الموجودات والمخلوقات نعم طيب ماذا عن أهلنا في قطاع غزة مولانا؟ كيف ينعمون بهذا اللطف الإلهي وهم يعانون من التجويع ومن الإبادة؟ أين اللطف في هذا؟ أنا أعتقد وإنك قلت حضرتك قبل ذلك ما يحدث في غزة ده فيه لطف إن شاء الله لطف بالقضية الفلسطينية وعادت إليه الروح بدماء الشهداء نعم بدماء الشهداء رويت من جديد طب وهو برضو يعني مكان اللي كنا نقول كلام ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو زاهب بأصحابه إلى بدر أو إلى أحدر ده حياته كلها كفاح ودم من أصحابه وقتل لكن شوف الآن الوضع إيه ما فيش 8 سنة كان هذا الدين يعلم الإنسانية العنسانية كلها والله أستطيعنا كل أنها أنقذ الإنسانية علمها العدل علمها الرحمة علمها التفكير علمها التصحيح في كل شيء في العقائد في الأخلاق في الآداب في كل بمعاناك التي يعيشها أهل غزة لا طبعا الثمن دفع يعيش فاللي بيحصل ده ثمن إن شاء الله لأمر ما سيحدث من عند الله سبحانه وتعالى ولا يتخلف هذا الوعد يعني وعد الله لا يخلف الله وعده لأن هذا الثمن فعلا سمن قدم وسمن في جنب الله سبحانه وتعالى ليس كبيرا يعني نحن نذكر هنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها لما قتل أخوها يعني سيدنا الإمام الحسين ماذا قالت يعني سبحان الله لأنها تعرف عظمة الله وأن فقالت اللهم تقبل منا هذا القربان القليل أخدقت لابن بنت رسول الله كيف يكون قليلا لكن بالنسبة لأضطاف الله ونعم الله وكذا هو شيء قليل فلعل هذا يعني شيء قليل مما إن شاء الله سيرضف به بنا في المستقبل القريب إن شاء الله إن شاء الله فضيلة الإمام يعني كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا باسم الله اللطيف في أفعالنا وفي سلوكنا اليومي ما هو نصيب العبد من هذا الاسم نصيب العبد أن يتفكر في معنى هذا الاسم وهو اللطف ويحاول أن يتدرب على اكتساب هذا الوصف بما تضيقه طبعا بشريته لا نقول إنه يعني سيكون لطيفا مثل كاسم من أسماء الله وإنما كاسم يناسب الإنسان وضاقته ومحدوديته كما يقولون فهو عليه أن يتدرب على معنى اللطف ويحاول أن يكون لطيفا مع العباد بحيث يعني يحاول أن يفكر كثيرا في قوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة هذا اللطف اللطف البشري طبعا ده يدرب الإنسان في هذا الكلمة الطيبة صدقة يعني أن يكف أذاه عن الناس وشره عن الناس كل هذا هو في معنى اللطف لكن هذا لا يأتي إلا بالتدرب والشهر الكريم ده فرصة لأن يتدرب شيئا فشيئا وبحيث أنه يبقى هذا يعني يأتي منه هذا التلطف بشكل تلقائي يعني وبشكل جبلي كما يقولون لا وأولى الناس ب يعني الذين يتوجه إليهم هذا الرطف هو طبعا أهله الزوجة الأبناء البنات الأسرة الأصدقاء الأقربون أولى بالمعروف طبعا ده رقم واحد يعني إذا فشل في هذا فأنا ينتظر منه خير فيما بقي